موسيقى مساء الليل ساحر وقصة حقيقية هحكي حكايته النهاردة عن لسان اللي أبضوا عليه متنساش انت بس اللايك والشير وتفعل الجرس في كل القنوات قصة دي هحكيها زي ما وصلتني على لسان أصحابها كان الساحر ساكن في أرقى الأحياء في قصر جميل جدا وكان زباينه من العائلات الغنية ورجال الأعمال لهم بيدفعوا بسخاء وكان بيتميز بأعمال سحر من نوع خاص جدا خلى رجال الأعمال والمناصب العليا ان هما يفوزوا بأغلى الصفقات وبأقوى المراكز وكان بيستعين بأقوى عفرية الجن والشياطين لان كان بيقدم لهم قربين بيعجز السحر التانيين عن توفرها لان كان بيقدم قربين البشرية وخصوصا الأطفال الصغيرين لعمرهم لسا معداش خمس سنين كان بيختف ضحياء من الأحياء الفقيرة وكان بيختارهم بحذر شديد وكان بيقوم بإغواءهم مستدرجهم بطرق عديدة وبرضو شكله كان بيساعد في كده لانه كان شكله شيخ محترم بتبدو عليه علامات الوقار والبراء التمة وكان بيشيل ضحياء بعد ما ينيمهم في عربيته الفارهة وبينقلهم للأصر بتاعه وهناك كان بيضع الطفل في غرفة خاصة جميلة جدا فيها كل وسائل الراحة وكل أنواع الألعاب والوسائل الترفية هناك كان الأطفال بيستمتعوا بالوقت من غير ما يعلوا صوتهم أو يسرخوا أو أي حاجة ومن غير ما يتوقعوا مصرهم وكان دايما بيحرص أن هم يكونوا في أحسن حال وصحة لغاية ما ييجي زبون ويعرف منه نوع العمل اللي هيقوم به وأي جزء بشري هيحتاجه هناك كان بيقوم بدبح الطفل وياخد منه الأجزاء اللي هيحتاجها بطلب من الشياطين ويحتفظ بالباقي في تلاجة ضخمة سابها للحاجات ديت عشان يقدر يستخدمها في أعماله الجاية في يوم من الأيام قامت مجموعة من الشرطة والجيش بمهاجمة منزله وأبضت عليه وعلى كل الموجودين جوه البيت بيقول المسؤول عن المدهمة ديت أن القصر كان فيه غرف كتير جدا وكل قوضة أو غرفة كانت أغرب من اللي قبلها بيقول فتحت باب القوضة الأولى لقيتها مليانة بكل الفئات النقدية بكل أنواع الفلوس والعملات وجواهر ودهب حاجات تسحر العين دايما روحت بعد كده للقوضة التانية مليانة بنات جميلة جدا أعمارهم ما بين 16 18 سنة كلهم لابسين اسود في اسود روحت للغرفة التالتة هنا بيقول الظابط دوت ندمت أن أنا دخلت بصيت جواها كانت عبارة عن تلاجة كبيرة جواها عدد كبير جدا من الأجزاء البشرية تقريبا حددنا هنا ترجع لمية وستين طفل كان المنظر صدم جدا وبيقول أصابتني كوابيس أيام كتيرة جدا هنا بيقول نقلنا المشعوز لمقر الشرطة تحت حراسة شديدة ودخلنا غرفة الاستجواب وكنت على رأس الناس أو الظباط اللي هما بيستجوجوه دول ودخلت غرفة الاستجواب وكان المشعوز أو الساحر ده قاعد وعلى وشه ابتسامة عريضة ووقار ما شفتش ليه قبل كده بيخلي الواحد غصبا عنه يحترمه من نظرة واحدة وكأنه على عكس من اللي تقلنا عنه أو اللي احنا شفناه وبدأنا نطرح عليه عدة أسئلة عن هويته وكان بيجاوب بصراحة كاملة دون أي تكتم لدرجة أن الأمر بقي غريب بالنسبة لنا وجاء الوقت الحاسم والسؤال الأهم لما سألته عن ممارسته للسحر والشعوزة ما نكرش الأمر وسألته إزاي دخل مجال السحر الأسود دوت وإزاي بدأ في السحر دوت هنا ضحك شوية وبص للسقف ونزل راسه وقال أحكي لكم قصتي اللي أنا ما قلت إش عليها لأي حد وبقت حملة قيل علي وعلى قلبي واللي أنا جاي أحكيها لكم دلوقت ومن هنا بدأت الحكاية بيقول كنت شاب صغير من عائلة بسيطة أو مثقفة أو ملتزمة وكنت مهووس بالعلم كنت ناجح جدا في الدراسة عندي بدرجة أن كنت الأول دايما في قسمي وفي مدارستي وكل حاجة وكنت بطلع من الجامعة وأتوجه للمنزل وكنت بطالع كتير وبقرة كتير وبحب أتصفح كتير كنت شره للعلم كنت دايما بتصفح أي حاجة توقع قدامه كنت بدور عن جديد لجديد لغاية معين وقعت على كتاب مسير للفضول اسمه وعنوانه بيخلي كل واحد عايز يقراه الكتاب كان باسم فنون السحر الأسود بقول في الأول اعتقدته مجرد كتاب بيتكلم عن أحداث وعن السحر من غير أي مواضيع مفيدة أو إن حاجة مهمة أو إنه ممكن يكون مجرد عنوان بس لكن لما بدأت أقرأ المقدمة لقيت أمر أثار فضولي جملة بتقول تعلم كيف تصبح ساحرا بيقول قريت الكتاب دوت المكون من 500 صفحة في عشر ساعات وعيني ما نمتش الليلة داية قريت كل الأسليب والطقوس وطريقة تحضير الجن لخدمتي وإزاي إن أنا ممكن أبقى ساحر حقيقي وساحر كبير معروف بيقول فضولي وطيشي وحب المغامرة عندي خلاني أفكر جديا إزاي أستخدم الكتاب دوت وإزاي أجرب اللي في الكتاب دوت اللي كنت لسه لحد دلوقتي بشك في مصداقيته هنا كما بيقول كانت تعليمات الكتاب واضحة جدا بتقول إن لازم أعتزل الناس في مكان بعيد وخالي من أي حياة ده أول الشروط اللي لازم أعملها عشان أباشر أول طقس من طقوس السحر والشعوزة بيقول فعلا رحت إلى مكان بعيد وخالي من أي حياة عشان أبدأ أول طقس من طقوس السحر كان آخر يوم أشوف فعلتي من يومها للنهاردة هنا بيقول رحت المنزل مهجور معزول المنزل دوت كان يعيش في غير التعبين بس والمكان اللي كان مكتوب في الكتاب إنه لازم يكون مكان قدر ولابد إن أنا ملمسش المية أو أقتسل لمدة أربعين يوم وبدأت أحضر الطقوس ديت وأخذت أقرأ من صفحات الكتاب تعويذات خاصة بتحضير الجن الكتاب كان مقسم لأبواب وهنا بدأ أول يوم أشوف الجن قدامي وتشكل أمامي في شكل شيخ كبير خفت منه أول الأمر وأصبني رعب شديد وقعد يكلمني عن أشياء إن أنا مثلا هربح الكتير من الشغل معاهم وإنهم هيوفروا لي حاجات كتيرة كنت سبحلا بيها وقال لي إن هو كمان هيخلي مجموعة من الخدم الجن لخدمتي وإن كل اللي علي بس إن أوفر لهم الأكل بالمقابل وفهمت من كلامه إن هما هيقدموا لي خدمات مقابل خدمات مني مفيش حاجة ببلاش وعدت أربعين يوم بتوع الخلوة ورجعت المدينة واغتسلت وقصيت شعري لكن احتفظت بدأني وكنت هبدأ عملي كساحر وكانت بدايتي من بيت البيت دوت قدام المسجد في وسط المدينة اللي أنا ساكن فيها أجرته وكنت بدخل يوميا المسجد وأصلي مع الناس لكن كنت بصراحة ما بعملش كده كنت بروح الحمام وأنجس نفسي بدل الوضوء وكنت أتاجه للصلاة وأتخيل الشيطان قدامي لأسجد له بدلا من الله سبحانه وتعالى وبدلا من قول الله أكبر كنت بحي الشيطان وده كان أول شرط من شروط أن أنت تبقى ساحر هو الشرك بالله هنا بيقول بيت معروف وسط المصليين والناس بأخلاق العالية بمحافظتي على الصلاوات كلها والصلاة في جماعة كمان وفي الصف الأول وبدأت أعرض خدماتي على الناس على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى اداني حكمة وقدرة وخدمة من الجن قادرة على مدوات الناس وبدأت الناس تتوافد علي واندهشت من شدة انجزاب الناس للحاجات دي وكانوا يجنجزبوا لي بسرعة وبسرعة بقى لي شعبية كبيرة وبدأت أطور من شغلي هنا كان لازم أن أغير مكان إقامتي هنا عرض علي واحد من زبيني مكان في إحدى الأحياء الغنية الرقية وهناك اتنقلت لمستوى تاني وبدأت وفود من رجال الأعمال والفنانين تجيلي غيرت مكان إقامتي وكانت بداية خير علي الكل بدأ يتوافد علي وتنقل عملي لليفل تاني أرقى وأعلى وأكثر فلوسا وبقى عملي متقن جدا وكنت بطلب فلوس كتير جدا مقابل خدماته كان بيلبهالي بدون أي اعتراض لغاية مهزبين كلهم بدأوا يسقوا فيي أكثر وأكثر وكانوا كلهم من أصحاب النفوذ وكان عندي ولع شديد بالبنات فبيت أشتري أني بنات من عدة بلدان برا وكانوا بيساعدوني في عملي مقابل الخدمات ديت وصار الجن يطلب مني القرابين البشرية كانت صعبة وكده انتقلت من دبح الديكة والقطط والكلاب للأطفال فأول الأمر كنت بجيب جسس الأطفال الموتى حديثا من المقابر حيث كانت تأتين المدية المعلومات دي من مساعدين لي من معرفة كنت بأدخل المقبرة في الليل وكان الجن بيدلني على مكان القبر علشان أنبشه وأستخرج جسس الطفل وكنت بأشيلها في كيس وأخرج بسرعة من المقبرة من غير محد ما يشوفني وأشيلها للبيت وفي يوم من الأيام واعت لي حادثة غريبة هناك شفت وحدة ستة كانت شغالة في نفس مجال في المقبرة موجودة وكانت مشعوزة من الطراز العالي كان اسمها الجوهرة كانت بتيجي من المقابر عشان تاخد هي كمان الجسس كان لقائنا سريعاً لكن كان لي قصة معاها أحكيها لك قدام جسس الأطفال كانتش متوفرة دايماً ولا سهل أن أحصل عليها فهنا كان لازم علي أن أنتقل للأحياء وأغير من طريقة الشغل بدأت أنتقل للأحياء الفقيرة واستنى التلاميذ هم خارجين من المدرسة وفي يوم من الأيام رصدت بنته صغيرة كانت تقريباً عندها ست سنين تقدمت منها وديتها بعض من الشوكولاتة والحلوة اللي معايا وطلبت مني أنها تدلني على الجامع وفي غفلة من الناس شلتها في عربيتي بعد ما نيمتها وطلعت بالعربية كانت البنت اسمها نور مستش ملامح وشها وصراخها لحد النهاردة رغم أن عد على الموضوع ده أكتر من 27 سنة وعملت زي ما تعمل كل الصحراء في أعمالها دبحتها وقطعتها بمنشار كهربة واخدت الأجزاء المطلوبة منها للأعمال وكنت بحتفظ بالباقي في التلاجة عشان أقدر استعمله عند الضرورة وبدأت أعمالي تزيد وتزدهر أكتر وأكتر كنت بجيب المزيد من الأطفال ما بخليش التلاجة تفضى هنا لازم الأمر ننقل لمكان تاني فاشتريت الأصر ده في نفس الحي وبنيت غرف خاصة لكل حاجة لدرجة أني وضعت غرفة خاصة للأطفال اللي بخطفهم تتوفر فيها كل شيء من وسائل الراحة عشان محدش يعمل صوت أو مشاكل والأطفال الأطفال كانت بتعجبهم وكنت بوفر لهم كل أساليب الراحة لغاية ما يجي الوقت الاستعانة بهم وقت التضحية بهم كان الزبايني بيطلبوا مني طلبات غريبة اللي عايزنا ساعدوا في الفوز بصفقات ولا عايزنا ساعدوا في الانتخابات أو إن أنا خرج أولادهم من السجن أو الجواز وبقيت عندي فلوس كتيرة جدا لكن فضولي خلاني أزداد أكتر بالمجال دوت فكنت عايز أتعلم كل جديد منه وشفت وقتها العالم بمنظور تاني شفت إزاي بيجري الناس ورا الشهوات وإزاي إن هم مستعدين يدفعوا مبالغ كبيرة مقابلها كمان حبيت إن أنا أتعلم أكتر وأكتر هنا قررت إن أنا أروح لمنزل الجوهرة اللي أنا عابلتها قبل كده الجوهرة دي أكبر مني بعشر سنين وأكتر خبرة مني كان لقائي أول مرة معاها مثير جدا في البيت ورحبت بي قعدت تحكيلي إزاي دخلت عالم الجن كانت قصتها بعادية جدا عايزة تتعلم عن طريق واحدة وطلبت منها إنها تعلمني أساليب معرفاش ووافقت بكل سرور كان عندها جن اسمه شهباص شهباص كان بيجيب لها كل الأخبار وكل الأحداث الجديدة لحظة بلحظة وكان بيتشكل أمامنا في صورة فتا صغير أسود اللون طلبت منه إن يجيب لها كتاب فجابه بلمح البصر كان كتاب عن السحر السحر الأسود معرفتوش قبل كده الكتاب دوت وقريت الكتاب دوت وفعلا بدأت أطبق مع الجوهرة اللي أنا بتعلمه كانت بترشدني لكل حاجة لدرجة إن بقيت أقدر كمان أعرف كل المعلومات عن زبوني بمجرد النظرة الأولى بس مش محتاج أكتر من كده وتطورت علاقتي أكتر وأكتر مع الجوهرة لدرجة إننا اتجوزنا بعد مدة قصيرة أو بالأصحة عشنا مع بعض المدة السنتين وكنا بنقول للناس إن احنا متجوزين كنا بنشتغل في أعمال السحر مع بعض لغاية ما حملت بطفل هنا قام الجن بأخده منا لما كانت الجوهرة وصلت للشهر التاسع ومات الجنين في بطنها وده كان اتفاقنا مع الشيطان أصلا إن زريتنا هتكله قربان فصلنا أنا والجوهرة وقررنا إن كل واحد فينا يرجع لحياته السابقة وبقينا على اتصال دائم ورجعت بعد كده لبيتي وبدأت أبدأ عملي من جديد في يوم من الأيام كنت خارج من المسجد كالعاجة هنا شفت واحدة ست عجبتني من النظرة الأولى كانت ست جميلة محجبة باين عليها بنت ناس وفعلا اتقدمت لخطبتها وطبعا سمعيتي كانت سابقا إن أنا راجل دين وتجوزتها وبعد مدة عادت معاها في بيت تاني غير البيت اللي أنا بشتغل فيه تغيرت حياتي معاها جذبتني ليها خلتني قاع فعلا في حبها وجبت منها ولدين وكان الجن عايزين يقزوها بأي طريقة لكن تمسكها بدينها وصلتها وقراءت القرآن باستمرار منها خلي الجن بيخاف حتى إن يقرب منها هنا أنا قررت إن أنا توب وخبيت الأمر دوت لأكتر من يوم حتى زوجتي معرفتش حاجة لأنها كانت حامل بابننا التالت هنا بدأت أبوح لها بسري وعن الأعمال اللي أمارسها وإن أنا مشيخ دين ولا أي حاجة وإن أنا عايز التوبة هنا تفاجئت برد فعلها لما لقيتها نهارت من البكة وقالت لي إنها هتقف معايا وتساعدني في التوبة ومن الوقت دوت قررت فعلا إن أنا أبعد عن عالم الجن لكن الأمر مش بالسهولة ديت كنت شتوقع اللي هو جاي خصوصا بعد ما عزمت على التوبة ديت لكن زي ما بيقولوا دخول الحمام من زي يخرجوا كان الجن بيجين في كل لحظة أول ما ببدأ أقرأ القرآن كانوا بيجوا يهديقونه بس كانوا بيهربوا بعد قراءة القرآن وقلت لهم إن أنا مش هرجع بالشغل ده تاني ومش هتعامل معاهم مرة تانية وهنا بدأ انتقام الجن مني في يوم من الأيام كنت قاعد مع عيلتي وكان ولادي بيلعبوا قدامي لما مرة واحدة شفت مجموعة من الجن بدأت تقطع في ولدي الكبير بسيوف من حديد صراخت زوجتي وولدي التاني لما شايفون ابني بيتلوع على الأرض والدم طالع منه لكن أنا عرفت السبب هو توبتي وده كان أفشع يوم في حياتي حسيت فيه مرارة أفعالي وإحساس بالندم وحسيت بأن أنا خطفت أولادهم واغتصرتهم وقتلتهم وافتكرت نورة وافتكرتهم كلهم كانت مراتي ستة قوية وصبرة وكانت وقفة معايا فرغم من المشهد المخيف اللي حصل قدامها دوت إلا أنها شجعتني على التمسك بالتوبة وبعد أيام قليلة اتقتل ابن التاني رفعوا الجن في الهواء ورماه على الأرض عشان يلفظ أنفاسه على الفور بعد فترة تجاوزنا الصدمة وكنت معازم على التوبة كنت عارف أن عواقب توبتي مش هتمر بسهولة كان الزوج تحامل في الوقت دوت في الشهر التاسع وكانت تقريبا قربت على الولادة لما بدأت يجيها الجن من كل مكان ويقزوها في جسمها وخصوصا أنها بقيت نايم كتير وما تقراش قرآن وبدأوا يؤثروا على حالتها النفسية وبعد أيام أصيبت بألم شديد شلتها بسرعة للمستشفى عشان نشوف فيه إيه بس هناك ماتت ماتت هي واللي في بطنها هنا قررت أن لابد أن نستعين بحد فسجلت فيديو باعتراف ليكم مع صور تؤكد كلامي وبعدت لكم أنتوا كشرطة على أمل تيجوا وتقدروا تخلصوني منهم كان الزباط بيسمعوا باستغراب واستعجاب للاعترافات داية فهم فعلا هجموا على الأصر ده بناء على فيديو اللي اتبعت لهم بس كعادة رجال الشرطة في كل مكان ما بيصدقوش الكلام دا أو ما بيقتنعوش بالكلام دا وتوجهوا له تهم ما بين قتل واغتصاب ونصب متحكم عليه بالإعدام ضربا بالسيف حسب شريعة البلد دا ويوم تنفيذ الحكم حصل شيء غريب رواه السياف المنوض بتنفيذ الحكم اللي قال إنه عادة بيستخدم السيف جديد كل أربع أو خمس حالات إعدام لضمان الجودة والسيف من مواد مخصصة حد كافية إن ضربة وحدة تفصل العظم عن اللحم ويوم التنفيذ كان بيستخدم سيف جديد أول مرة يستخدمه لكن الرأس ما انفصلتش بالضربة الأولى زي ما تكون عندت معاه وخرج دم أسود رائحته الكريهة جدا لدرجة إن الموجودين في ساحة القصاص غطوا أنفهم بسرعة هنا بيقول عجلتوا بضربة تانية بسرعة قلقت الرأس بعيدا عنه ومجرد ما تحط في القبر بيقول إنه متردم عليه التراب تفاجأوا بكمية خنافس وصرصير ضخمة جدا على الجثة لغاية هنا خرصة القصة اللي أنا اتروتلي أتمنى إن هي تكون عجبتكم وإنتوا تخدوها للعظة مش أكتر من كده سيبولي رأيكم في الكومنتات تحت لها شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم